المركز الاستشفائي الإقليمي الزموري بالقنيترة يشرع في تقديم خدماته منشأة من الجيل الجديد بطاقة استيعابية تبلغ 450 سريراً وتتوفر على أزيد من 21 تخصصاً طبياً وجراحياً ومعدات حديثة من شأنها تسهيل ولوج المواطنين للخدمات الطبية كجينا المستعجالات كانت تعالج سبيطار تبارك الله زوين تبارك الله نسؤولين شي زوين تبارك الله فوحل الحلم زيانة وأنا فرحانة بزاف جيت لقيت رعاية لقيت العناية على مساحة أكثر من 40 ألف متر مربع شيد المركز بتكلفة إجمالية تناهز 800 مليون درهم افتتاح هذا المركز الاستشفائي الجديد يندرج ضمن إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية بما يتماشى مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين المستشفى هذا هو جابش يقدم الخدمات القطب الشمالي دي الجهات الرباط سالة القنيطرة القطب الشمالي كنقصده به إقليم سيدي قاسم إقليم سيدي سليمان وإقليم القنيطرة وإحنا كنعرفوها بين هذه المنطقة هذه 48% دي الساكنة هي ساكنة قراوية وبالتالي هذا المستشفى هذا جابش يسهل الولوجيات دي المواطنين الخدمات الصحية الآن بالمستشفى الزموري بعملة القنيطرة الغرفة كتحتوي إلى جوج الأسيرة فيهم جميع المستلزامات دي الراحة دي المرضى كالحمام، كالتلفاز، كالمكيف يعني هذه سياسة دخل في سياسة الأنسنة دي الخدمات الصحية صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أعطى تعليماته السامية لا يطلق العمل بالمركز الاستشفائي الزموري بإقليم القنيطرة والمركز الاستشفائي محمد السادس بإقليم الحسيمة بعدما تم استكمالهما في سياق جهود جلالته الرامية إلى إصلاح وتأهيل القطاع وتحسين جودة الرعاية الصحية ترجمة نانسي قنقر